وكان المجلس واصل خلال جلسة صباحية عقدها اليوم مناقشة بيان الحكومة الوزاري حيث طالب عدد من النواب الحكومة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية دون اللجوء إلى جيب المواطن والنهوض بمستوى القطاعات الخدمية المختلفة القضايا التي طرحها النواب في كلماتهم لم تخرج عن سياق رفض تحميل الحكومة المواطنين لأي أعباء اقتصادية والمطالبة بالإصلاح الشامل والعدالة الاجتماعية وبعض المطالب الخدمية المناطقية الأخرى أبرز تلك المطالب التمثل بعدم ترحيل الأزمات الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة والنهوض بالقطاعات الصحية والزراعية والسياحية والنقل والرقابة على أوجه استعمال الطحين المدعومة وتوزيع مكتسبات التنمية وأموال الموازنة بشكل عادل على محافظات المملكة وحماية الشباب من المخدرات والمحافظة على خصوصية الهوية الأردنية الجامعة وتقديم مزيد من الدعم للمؤسسة العسكرية ومعالجة أزمة ثقة الشارع الأردني بمجلسه النيابي قضية تعديلات المناهج لم تغب عن مناقشات هذه الجلسة حيث تناولها نواب من خلال زوايا مختلفة كما لم تغب قضية اتفاقية الغاز المستورد من الاحتلال الإسرائيلي حيث طالب نواب بإلغائها وعلى خلفية قضية المضايقات التي تعرض لها الصحفيون أمس تحت القبة أوضح رئيس المجلس عاطف التراوني في مداخلة له أن للصحفيين والمصورين الحق في القيام بعملهم بالشكل الذي يرونه مناسبا ذلك أنهم يمثلون جزءا من العمل الرقابي ترجمة نانسي قنقر